شهدت معارض مبادرة كلنا واحد اقبالاً كبيراً من المواطنين في ظل تخفيضات تصل نسبتها إلى 60% وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تأتي أهمية هذه المرحلة من المبادرة في ظل متغيرات دولية تحتاج إلى تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمشاركة 993 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع بخاصة الاستراتيجية بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك المبادرة رقم 22 دي المبادرة جاءت جميع السلع الاستراتيجية والأساسية بالنسب خاص متصل إلى 40% وبعض الأصناف 60% على السلع الأساسية تأتي أهمية هذه المرحلة من المبادرة في ظلم تغيرات دولية تحتاج إلى تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وهو هدف المبادرة التي تستمر فعليتها على مدار شهر وتشهد منذ اللحظة الأولى لانطلاقها إقبالا كبيرا من المواطنين توجد كلها الهايبر هنا لأن أصحى كويسة جداً ومبادرة فيه شغالها عطول وأصحى كويسة جداً جداً أنا شايقاً المبادرة حاجة كويسة ورئيس ما ينزلها في كل الأماكن اللي فيها السلع عشان خدمة الناس وأنه متاح لكل واحد أنه يتواصل ويلاقي لقمة ليه أو أكل لأهله ويعيش لطوله تشير اللافتات هنا إلى نسب التخفضات الكبيرة على السلع الأساسية ما يمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم من كافة السلع التي تتسم بالوفرة والجودة كما حرصت وزارة الداخلية على توضيح أسماء وأماكن السلاسل المشاركة على موقع الوزارة على الإنترنت ليسؤل على المواطنين الوصول إليها كل حاجة متوفرة بالنسبة لمحدود الداخل حتى مثلاً أبده بيبقى كويس يعني على أده بيعرفت يشتري الحاجة اللي هي يعني توافق أسرته صراحة الأسعار حلوة الأسعار كلها جميلة ويليت المبادرة جيدة فضل على طول والأسعار هنا كلها على قد الإيد يعني وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة إلى التكامل مع جهود الدولة الساعية نحو توفير احتياجات المواطنين بتخفضات كبيرة مع الاستمرار في الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار أو حجب السلع عن التداول بالأسواق أقبال كبير من المواطنين على السلاسل التجارية المختلفة للاستفادة من التخفضات التي أتحتها مبادرة كلنا واحدة والتي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها الثانية والعشرين برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وتهدف إلى توفير السلع الأساسية وكافة متطلبات البيت المصري بأسعار مخفضة عبدالله بركات التلفزيون المصري